احنا معلش يعني احنا ساعات بنغلب العرف الفاسد على بعض أدلة الشرع مزعلش مني يعني احنا ما نيجي النهاردة لأدلة الشرع بنقول الحياة وانت قلتها وقحييك شراكة مجتمعية بين رجل وامرأة بين زوج وزوجة ما جيش النهاردة أقول ايه ان الزوجة بدرجة شغالة او غاسلة او طابخة او كانسة او عملت نظرة في البيت قطأ في قطأ في قطأ كرسة ما صور الشرع ذلك نهائي وما ينظر الشرع الاسلامي الى الزوجة على هذه النظرة العرف الفاسد اللي جلنا من خارج الحدود هو اللي غرس فينا ده انما الشرع الصحيح ان الزوجية شراكة مجتمعية بين رجل وامرأة كل يعاون الاخر زي ما بقول لك او اذا كنا بنقول للزوجة وتؤجر بخدمتها لزوجها وللزوجة ان يعين زوجته انما واحد درجة واحدة انما بقى الشطط في ايه اما يجي واحد عايز يجامل ايا كان بقى داعية واستاذ جامعة مش عارف ايه باحث احنا مش عايزين احنا مش في حالة بالصراع مش عايزين ان يأتي من ينتصر للمرأة على حساب الرجل ولا من ينتصر للرجل على حساب المرأة رجاءا رجاءا المجاملات في الامور دي خطر لانها ستفسد انما احنا نعالج بتوعية حكيمة ونحقق العدل انما ما يجي واحد في الاعلام يقول لك ايه من حملة المؤهلات التخصصية لا المرأة لا تخدم زوجها يعني لماذا تقول هذا ولا ان المرأة لها ان تعين زوجها وتخدمه وتؤجر وتساب وفي المقابل الزوج يعينه زوجته ويؤجر ويثاب يبقى دا من باب ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص انما بقى اذا كان المنهج ان انا اعلي المرأة على الرجل او الرجل على المرأة في الحقوق والواجبات الزوجية دا هدم للأسرة انا بكلمك بأمانة يعلم فلا هذا يعلو ولم تاعلو لا 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 يبقى نتكلم بالعدل والله احنا نطبق ادلة الشرعة اولا انما بقى ما يجيش برضو حد يقول لك ايه ينبش في الشواز من الاقوال ويقدم على انها دين لا التحاكم للقرآن الكريم وللسنة النبوية